طيب جاري مبرام بارح مباراة الأهلي وفاركو الأهلي نزل أول ربع ساعة في منتهى القوة وفكرة أنه الدفاع المتقدم لكابتن مجد عبدالعاطي أكيد كان واضح جدا من أول دقيقة أنه في كارثة دفاعية بتحصل أنه أي كرة الأهلي بيسرع يعني أجاب ثلاث أهداف في الربع ساعة الأولى وضيع هدفين على الأهل إيه اللي عمله موسيماني مبارح استغالي بيه أخطاء الكابتن مجد عبدالعاطي والأخطاء اللي حصلت من فاركو خلى الأهلي يعمل لسكورة نبتلل الأول بفاركو؟ سورة أولاً أنت لو عايز تلعب تلاتة في القلب ما يفعش تلاتة يبقوا شبه بعض لو الفكر إحنا كنت معاك هنا كريم بعد مبارات الزمالك مع سجراد واتكلمنا أنا وإنت على فكرة التلاتة اللي ورا أن التلاتة شبه بعض مودي عبدالله باكري ورام صبري التلاتة شبه بعض ما عندكش حد فيهم عنده سرعات وما عندكش حد فيهم يطلع لك بالكرة من تحت اللي هو يعني مثلاً أنه هو يلعب لك باكريت وفي نفس الوقت يبقى سرد باك تالت فده كان أول خطأ والخطأ التاني زي ما كريم كان بيتكلم فكرة الهاي لاين اللي هو أي فرقة هتلعب الأهلي لأن الأهلي عنده كواليتي وهشرح ده بقى يضرب لك الهاي لاين ده بكل سهولة برضو من مؤيزات موسماني إن موسماني زاكر الدور المصري كويس جدا تعال نشوف أنا في رأيي حاجة إن حاجة لما بتكرر يا كريم ما بتبقى الصدفة يعني لما أنت تشوف حاجة خلال موسمان وبتحصل بشكل مستمر ده معناها إن شغل طيب إحنا بنتكلم هنا نرجع لكرة معلش من الأول هنا الكرة اللي هي الطولية اللي هو موسماني بيشتغل عليها أفشا انفراد كان يقدر يعمل بالعرض وكرر إن هو يحط جول ده الجول إيه التاني للأهلي قصاد فارق طيب الجول الثالث ده هدف الإسماعيلي السيزن الفات هي هي وقفشا بدل ما يحط هنا جول عملها بالعرض يبقى دي بتكرر كل مرة هنا مثلا الهدف الثالث إنت بتعمل عملية البلد اوب طبعا الضغط من فارقه سيء جدا هنا بيعملك نفس الفكرة بس هي ما كملتش عمر السولية بيعملك اللونج باس ولعبة فارقه ضغطة هنا محمد الشريف قرر إن هو هيستلم بالمنظر ده لأن فرقة فارقه وقفت فابتدى الأهلي يجمع لعبة تاني وبيبتدي تحت نفس الفكرة إنه بلعب في ظهر المدافعين عمر السولية هيعمل دابل باس مع محمد هاني وبيعمل هالو وبتتحط في ظهر اللعيبة وتتعامل بالعرض هدف يبقى واضح إن الراجل شغال هنا الشوت التاني اتكررت نفس اللعبة عمر السولية بس بكرة طولية بيرسيتاو اتعامل معها مش أحسن حاجة وضيعها بس نفس الفكرة انت بتكرر فكرة يا كريم فواضح إنه هو محافظ اللعيب بص هنا الهدف ده بتاع المصري الموسم اللي فات من نفس الفكرة لونج بوس اتعاملت محمد الشريف وهدف كان تقريبا ده ستات سكندرية على ما أتذكر يعني نفس الفكرة فهنا معناها يا كريم أنا بقى في حاجة مخفزها للعيبة كون إن هي بتكرر يعني معناها إن هي مش والدة الصدفة لأ أنا شغال عليها وفي حتة برضو طب هيقولك هالمعقول كل المدربين اللي بتيجي تلعب الأهلي أو بتلعب بيتس موسيماني بتلعب هاي براشل أنا بشوف إن هو عنده ميزة كمان ولعيبة الأهلي الكواليتي اللي موجود بيساعده فكرة إن هو بيخرج الفرق من مناطقها كريم بمعنى إن أنا عملية البلدوب اللي بتتعامل بتخلي الفرق بتكبرك إن انت بتبتيري تضغط على الأهلي لإن هو بيلعب فعملية البونة كرة بتتحرك كتير جدا ولعيبة الأهلي بتحرك كتير جدا فبيخلي الفرق اللي حتى لو بتفكر إن هي تلعبك ميديم بلاك أو لو بلاك تبتيري تخرج من مناطقها وبيقدر إن هو يعمل اللعبة دي اللعبة دي قررت جدا كتير جدا مع بيتسو موسماني والنهم باستغربوا حاجة إن فكرة إن فرق الدوري مش قادرة تستوعب ده وقررت كتير جدا سواء الموسم الماضي أو الموسم الحالي